ندعو السيد رئيس الجمهورية لإلقاء كلمته بسم الله الرحمن الرحيم كل سنة وانتو طيبين جميعا ويا رب يكون دايما ايامنا ايام طيبة معرفش قبل ما ابدأ الكلمة دي الكلام اللي اتقال النهاردة من من فضلة الامام ومن الدكتور مختار كلام مهم وكلام جميل وحبتها بالدكتور مختار الاول اللي بقال يعني القول اللي قاله سيدنا علي انا عايز اقول يعني لن اهدر ابدا الكلام بالبحث في مادة صدق الرواية من عدمه او الناس اللي تحدثت عنه لكن يمكن يكون بيقوله انتك ما تنفعش للشغلانة دا ما احنا الكلام دا بنعمله دلوقتي بنقول بلاش تعين في الوظيفة دي فلان او فلان لان هو غير صالح لها على خصوصية الموضوع مش بياطلق النص يعني وده امر احنا بنعمله يعني انا مش مدافع عن حد هو الدكتور مختار بيتكلم في ان احنا العقل النقدي واهمية ان احنا نكون دايما بنتناول اي مسألة وبنفكر فيها كويس وده اهم حاجة ان احنا نكون وبالتالي طب انا اقول انا كمان مش كده طب ما سيدنا ابي زر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هل تم يعني اعطاء وظيفة كبيرة او ولاية وبعدين يعني توفى منفردا او في مش كده طب ما هو يعني فانا عايز اقول يعني ان يعني الفهم فهمنا و نقدنا لاي كلام يتقال طالما انه بعيد عن السوابت عمره ابدا ما يأثر فيها ولان اذا كان الدين قوي والدين كل دين قوي واللي بيدعيفه اهله كل دين قوي واللي بيدعيفه اهله واللي بيمارسوه يعني لما فيه اياه في الكرام بتقول كله اشربه ولد تصرفوه هل النهاردة انا بقولش كده اصد بيقى حال خالصه اللي بيعطيكو لا صحيح صحيح هل النهاردة يعني امة امة الاسلام لما نيجي نحطها في وسط امم العالم انا جد ان هي الاقل الاقل في الاكل والشرب والاسراف على كل حال في كل المعاني الاسراف مش في الاكل بس كل شيء هل هم كده فانا عايز اقول ان اللي بيأثر على الدين ويقدمه بشكل طيب او مش طيب اهله ناسه وانا هجيب المثل وانا مقصوصش بكده ان اقدم نفسي لكن اسمعوا خطبي على مدى خمس سنين في احلك الاوقات وفي اصعبها لم اقول لفظ خادش واحد لفظ موسيق واحد للعدو للعدو ولا الحبيب يا جماعة بيساء لنا بس احنا جزء من الموضوع برضو يعني بيساء لنا والكلمة بتاعت الاسلام وفابية اللي احنا بنتكلم عليها طب ما هم مين اللي ادى الزخيرة مين ادى للاخرين مش حاول اي حد بعينه يعني للاخرين ان هو يبقى كده هو النهاردة لو كان يعني الاية الكريمة ومن احياها وقد احيا ناسها جميعا لما تدي تأشيرة في دولة مسلمة لضيف ايما كانت ضيفة يهودي مسيحي بوزي بلادين يبقى اامن ولا مش اامن يبقى اامن في بلاد المسلمين ولا مش اامن المسلمين مش اامنين في بلادهم احنا بنقتل بان مش خمس سنين لا لا بان السنين طويلة بنقتل بنقتل بقى اي دي ناس مننا وبننفق على على تأمين انفسنا ارقام هائلة نتيجة هذا الفكر انا عايز اقول الهودي الهودي كلنا مش بس اذا كنا عايزين نكافح نرفض ندافع ونقف الدم ربنا سبحانه وتعالى على ان احنا كنا يعني حما وحراس وكده فنرائب كلنا انفسنا كلنا ونشوف بقى كل كلمة بتطلع وكل تصرف بيتعمل يا ترى بيودل فين كل تصرف يا ترى احنا انا بستنتهز الفرصة ديبا بتاعة تو اللقاء دا poly من انا اتكلم يعني يا ترى احنا فعلا products اه كبشر احنا بنقدم اه اه يأليك في كل ممارستنا واسلاكياتنا ده كلام أنا قلته مئة مرة وقرره تاني كلام كتير كلام كتير يعني احنا بعيد خالص وانا بقصدش بكلمة بقيد خالص يعني انا اقول حاجة وحشة لكن احنا بعيد سلوكياتنا وممارستنا اللي بنعملها ما بتقدمش ابدا احنا لما كنا بنيجي نروح لأشقائنا واهلنا هنا في مصر ونحتفل معاهم ولا نقول لهم نبني كنيسة ولا ده احنا كنا بنقدم ديننا انا قلت بقدم ديني اللي انا فاهمه مش بحل المواقف لا انا قلت بقدم الدين اللي انا عرفه بقدم الدين اللي انا فاهمه لأهل المسيحين اللي موجودين في مصر وبالمزنة احنا لا نحبش نقول مسلم ومسيح كده اللي غير كده فاهمه غلط بقى لو انت عند غضادة عندما ترى كنيسة قدامك انت تتفتش في كمال ايمانك انت مالك انت مالك انت تخليك في حالك عاس انك انت تنجو يوم القيامة بنفسك امام الله فخليك بس امين على دينك انت مش على دين الاخرين دين الاخرين فاحنا عندنا رغم كل الكلام اللي بتقال عن الاسلاموفوبيا احنا لا حقيقة احنا بنقدم نفسنا في عالمنا العرب والاسلامي على ان احنا ده منهج ودين فنختار نقدم نفسنا بده او بحاجة تاني فاحنا ما زدنا بنختار والينا الشرف ان احنا نختار بس ازاي احنا بنقدم نفسنا ازاي انا عايز انكم في كل حتة في بلادنا وتشوفوا احنا بنقدم نفسنا ازاي ازاي ات كلم في ايه ولا في ايه ولا في ايه احنا في فصل كبير يعني في صام حقيقي بين ممارستنا وبين فهمنا لدينا في يعني الكلام ده يزعل مش عارف الكلام ده يزعل فقبل من يعني احنا محتاجين نقدم احنا وانا قلت الكامل اللي قلتها لكم دي اللي هي حولتوا ان انا بابقى دايما وانا واقف في المكان ده اقول ايه اللي ممكن يبقى مناسب ومقبول اعمله واللي مش مناسب ومقبول او غير مناسب وغير مقبول ما اعملوش بقول تاني في احلى كلاوات وفي اهز ما احنا كنا بنبقى مجرحين كبير جرح كبير جدا لم تخرج اثقة واحدة هاتوا خمس سنين كنت ببقى زعلان قوي لما لقى الاعلام بتاعنا بيوسيق ويقول كلام وكنت اتمنى ان احنا بنبقاش كده كنت اتمنى ان احنا بنبقاش كده ابدا وفيش حد يوسيق بلفز اذا كنا بنحب دينا اذا كنا بنحب دينا فكلام مهم اوي قاله فضلت الامام وكلام مهم اوي قاله دكتور مختار بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر الشريف الاهلماء الادلاء دوفا مصر الاعزاء الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحتفل اليوم معا بليلة القطر التي جعلها الله سبحانه وتعالى خيرا من الف شهر فانزل فيها القرآن الكريم هداية للناس ورحمة للعالمين ومن هادا قويبا يحفظ للناس حقوقهم حقوقهم دماءهم واعراضهم واموالهم ويبين لهم واجباتهم ازاء انفسهم ومجتمعاتهم واوطالهم وفي هذه المناسبة الكريمة اتوجه الى الله العلي القدير ان ننعم على وطننا الغالي بالخير والرخاء وعلى الامتين العربية والاسلامية والانسانية جمعاء بالامن والامان والاستقرار والازدهار كما يتيب لي ايضا ان اتوجه الى شعب مصر العظيم وشعوب الدول العربية والاسلامية بالتهنئة بهذه المناسبة الكريمة وادعوهم الى استلهام روح المناسبة المفعمة بكل معاني الرحمة والخير والامتثال لأوامر القرآن الكريم والنبي العظيم صلى الله عليه وسلم الذي اوصانا بالطراحم والتكاتف والبر وسنة الارحم والوفاء بالحقوق والواجبات والعمل الدؤوب لعمارة الكون وصناعة الحضارات كما اود ان ارحب بدوف مصر الاعزاء مهنئا ابناءنا حفظة كتاب الله بهذه النعمة التي منى الله بها عليهم مؤكدا ان تمامها يتطلب منا جميعا حسن الفهم لمعاني القرآن الكريم ومقاصده السامية والتحلي باخلاقه الكريمة ونبز كل عوامل الفرقة والتعصب الاعمى المقيمة اعلاءا لكلمة الله عز وجل وانفازا لتعليم دينه السمحة التي نستقيها من كتابه الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الذي ترجم هذه القيم النبيلة الى سلوك وافعال فكان بحق خلقه القرآن فما احواجنا اليوم لتطبيق هذه القيم العظيمة وتحولها الى واقع وسلوك عملي اقتداءا اقتداءا برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ولا يفوتني للعقل في خدم هذه الامواج العاتية من التشدد والتطرف الفكري مما يحمله من مخاطر حتى على الدين نفسه شعب مصر العظيم ان هدفنا الاساسي هو الحفاظ على جوهر الدين وتوية النشء والشباب لإدراك مخاطر الفكر المتطرف من جهة وحجم التحديات والمخاطر من جهة اخرى ولا شك ان الخطاب الديني الواعي المستنير احد اهم عناصر المواجهة مع الفكر المتطرف الهدام ولذا فاننا نأمل في بزل مزيد من الجهد والعمل المستمر لنشر الفهم والادراك السليم بقضايا الدين والوطن من اجل تحقيق مستقبل افضل لنا ولابنائنا وللاجيال القادمة ولنتذكر دائما ان امتنا هي خير امة اخرجت للناس هي خير امة اخرجت للناس ما اعتصمت بحبل الله عز وجل وتحصلت بالوعي والعمل كما اؤكد على اهمية اعلاء نغة الحوار واحترام الاخر والامان بحق التنوع والاختلاف وترسيخ اسس المواطنة والامان بحق التنوع والاختلاف وترسيخ اسس المواطنة والعيش الانساني الكريم لتحقيق الامان والسلام للجميع كل عام وانتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته